نادي الزمالك يمكن فيه عندهم ملفات كتير للجنة المؤقتة برئاسة حسين لبيب على رئاسية طبعا التجديد لفرجاني وهو طلع معانا كابتن حسين لبيب وقال ان فيه محاولات للتجديد لفرجاني ساسي لكن فيه تهرب من وكيل فرجاني ساسي من اللجنة المؤقتة رغم ان النادي الزمالك اودع المستحقات المتأخرة لللاعب وعلشان يبدأوا تجديد التعاقد خلال الفترة اللي جاي من ضمن الاخبار كمان محمد ابو جبل حارس مرمى النادي الزمالك يمكن بدأ يفكر فيه الرحيل في حالة انه ملعبش او مايلعبش خلال الفترة اللي جاي وطلب من الجهاز الفني ان يتم حسم موقفه بشكل نهائي علشان هو عنده عروض تانية وفي نفس الوقت هو شايف ان استبعاده دوت غير مبرر وبالتالي طلب من الجهاز الفني حسم موقفه خلال الفترة اللي جاي من ضمن طبعا الاخبار النهارده تم تغريم كارتيرون المدير الفني ماليا خمسين الف جنيه من قرار من اتحاد الكورة او من لجنة المسابقات كارتيرون قال لك انا بحترم قرار اتحاد الكورة وكان لي تعقيب مهم جدا على فكرة اه بعد او كان بيبقى هو طبعا انفعاله على امين عمر ده مالوش مبارا في مباراة الاسماعيل وانا بشوف ان يقافوا مبارتين وتغريبوا خمسين الف جنيه انا شايفها ان هي عقوبة اه قليلة جدا ومحدش يجي يقول لي ان كان مانويل جزيه بيعمل ويمكن احنا هنا كنا اشارنا لدوة اول وسيلة اعلامي ان مانويل جزيه دايما كان بيتجاوز المدير الفني الاسبق للنادي الاهلي وما كانش فيه عقوبات رادعة ومش معنى ان اتحاد الكورة الاسبق اللي كان في عهد اين كان بقى الاسماعيل اللي كانت موجودة سواء راحلين او حاليين ما كانتش وقتها بتعاقد منويل جزيه العقاب اللي كان يستحقه وفقا لي التصرفات السيئة اللي كان بيعملها ده مش معناه ان الكارتيرون برضو ما يتعاقبش اللي وقت بشوف ان مباراتين دي اقاف كارتيرون مباراتين يعني انت لما تيجي تقرأ حيثيات ادارة المسابقات لاتخاذ القرار تلاقي ان كارتيرون المدير الفني النادي زبالك قال لك اقافه مباراتين وعشرين الف جنيه غرامة علشان سلوكه غير الرياضي وخمسين الف جنيه او الغرامة المتبقية علشان تحريده على الانسحاب طب انا واحد بيحرد فرقته على الانسحاب من المباراة ما استدعهوش وما حولهوش للتحقيق وهل لو مدرب مصري او مدرب محلي عمل دو بعيد عن الاهل والزمالك كان هيبقى مصيره ايه او هتبقى قراراته ايه وبعد كده بقى لما ييجي اي حد او اي مدرب ياخد رد فعل لفريقه من الاندية التانية ما حدش ييجي يقولك اذا كان واحد ده نزل ملعب ووقف وكان شوية شوية انا مش عايز اقول يعني غدا